السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أخوتي الرياس اليوم أعطيكم واحد الموضوع شيق جدا صراحة من الأشياء اللي كيعجبوني كتير جدا أنا هون نتحدث على المواضيع بحال هذه أن نطرحوا تساؤلات مفيدة جدا ونستغنيوا على الفكر القديم جدا اللي عندنا دائما اليوم أعطيكم واحد سؤال فعلا أعطاه لي وحد سيد من المتابعين دي القناة ولقيته فعلا يستحق الإجابة يعني هل فعلا سمك الضرد أو الدينيس حذر وصعب في الصيد يعني هذا تساؤل كبير جدا وخصنا اليوم نجاوب عليه بتدقيق كبير إن شاء الله مع لكم غير تتبعوا الفيديو إخوتي الرياس تل نهاية وما تنساوش طبعا تعمونا بلايك واشتراك كما العداء بلما ننصكم كما العداء بارك الله فيكم إذن من البداية ديال التعلم ديال الصيد دائما كنسمع عن بعض الأشياء اللي كنصدقها بدون بحث أو تمحيس يعني فقط لأني كنوضع تقتل عامية في خبرات القدامة مثلا سمكة الضرد كنسمعوا أنها من أكثر الأسماء كحذرا وأصعبها على الإطلاق ولكن كنت من الترحو دائما بحالة الأسئلة خصوصا على الأطفال اللي كانين في المناطق البحر الأبيض المتوسط اللي كيتعلموا الصيد يعني سؤالهم سؤال بسيط وبريء حول أول أنواع الأسماء اللي سيدها يعني سيده هو كيت تعلم الصيد يعني في البداية الأولى دياله دون شك غتكون فيهم سمكة الضرد أو الدينيس يعني هنا بغينا نعرف الحقيقة لأنه خاصنا على الأقل نترحوا بعض الأسئلة ونلقوا الإجابة الصحيحة ديالها سمحوا لي الإخوان رهد شيء ما شيء فلسفي نحاول نقربكم على الموضوع بشكل بسيط جدا إذا وإلا بغينا نعرف الحقيقة أول حاجة خصنا نسؤولها أو نلقوا عليها الجواب الصحيح أولها مثلا من اللي كندخل الأعمق باش نجمع الطهم هاتشي كنتبقى علي يا إخوان من اللي كندخل الأعمق كي بنلقي أنواع مختلفة من الأسمك فعلا كنلقي الشرعو كنلقي لاضورات كنلقي الدرعي كنلقي أنواع كثيرة البوري بالطابع يعني حل ما البوقى أنواع كثيرة كثيرة المهم فيهم سمك الضراد كنلقي دائما مع الأسمك نعم ومن اللي كنجمع مثلا الطعم وكندير الإزعاج عرفت الإزعاج كنحرك الرمل كتراب وهذا يعني كندخل تحت الماء هذا عزيز عليها الطريقة كنجمع بها الطعم إذا من اللي كندير هذا الإزعاج نور مرمو الأسمك خصاة تهرب سمك الضراد ما كيهربش بالعكس من جربتي أنه العكس هو الصحيح يعني كنقرب منه من اللي كنقلب في الرمال وهذا كيكون عنده واحدة اسميته واحدة الرغبة كيجي كيبحت في ذلك الرمال اللي قلبت ذلك الحجرها قلبتها مثلا النط الرمال كيجي كيبحت من وراها يعني كيقلب على الطعم ما كيباليش نهائي بالوجود يعني أنه غير حادير نهائي يعني بالعكس كيجي وكيقلب من ذلك المخلافات اللي كان خليته ما وهذا وبعض الأحيان تخيلوا لدرجة أنه كيتقبل طعم ياخدو من اليد يعني دون أدنى خوف أو حذر ملي كيكون طعم عندي كندير هكا كنحط الطعم كيجي كياخدو يعني فين هو هذا الحذر فين هو هذا الخوف عكس بعض الأسمك هذا الشيء غير عرفوه أصحاب اللي كيسودوا في المياه العذباء سؤاله لا يمكن يدير هالطريقة مع سمك مثلا أي سمك أي سمك حذر المياه العذباء صعب 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 جدا هذه هي الأسماك الخلية المياه العذباء صعب جدا كيف تقول له سمك العذباء صعب هذه ما أعرفتش يعني وكي نعود ثاني وما يقولك أنه ممكن فقط الدرد الصغير أما الدرد الكبير فهو حذر لا يا أخي الكريم نفس الشيء انطلاقا مما شاهدت كان تشابه كبير بين جميع الأصناف سواء صغير أو كبير نفس الشيء وكان واحد سؤال مهم أخر قصة نطرحوها الإخوان وهو كي يطرحوه الإخوان أما أنا أنا متأكد من المعلومات قناعاتي الشخصية بالطبع كان سؤال مهم أخر هو أن بعض الرئاس كيقولوا من لي تشد الضرط الباقي كيهربوا يعني غير تشد الضرطة وحدة كل شيء كيهربوا كي يجريوا لهذا ما عرفتش المهم أنا هذا شيء كنسمعوه مليكن صغير ويني مليكن كبروه وكان بدأوا نبحثوه في الأشياء وفي الكون هديالها ولكن ما كان مشكلة أخي ممكن تشد كتر من وحدة وما كيهربش الضرطة نهائيا يعني رأى تقدر تطيح في حفرارها صيدنا التعينة في الضرط خير مثاله أحسن منطقة هي ود النعيلة منطقة ود النعيلة رأى منطقة جميلة جدا كان دعو الرئاسي مشي ويكتشفوها لأنها جميلة جدا كان دخله بالفلوكاء كان صيده وتما كان صيده على الضرطة تبارك الله الضرطة موجود وحد واحد تابع واحد ما كانش تلك الهضرطة يلشد واحد يهرب واحد وهذا هذا المهم كل واحده شكي يقول والتسائل الآخر مهم جدا الرئاس أن أغلب أغلب الرئاس مثلا يعتقدون أن الضرطة مليك يقي السياق الصنارة مثلا ولا يشعر بها يتلقىها ويتخلى على الطعم نهائيا الجواب غلط أخوتي الرئاس الجواب خطأ بالعكس يقوله إلا كان جيعان كي يأكل بكل قوة وما يترتج نهائيا بحال الضرط بحال شرغو بحال أبلاغ بحال الدرعي يعني كل هاره نفس كي يقولك سمك الدرعي سمك دكي وهذا وحادير وهذا بالعكس بالعكس أنا كيجيني الدرعي أحسن أسهل صيد لأنه يجي كيسرت بالعكس يجي كيسرت الضرط يضرب فعلا يضرب يقيس هذا ولكن رغم ليس حادير يعني طبيعة الأكل هكذا لا يوجد إلا أن الرئاس أخوتي أتمنى تقتنعوا أخوة أعرف كين بناتكم اللي باقي متشبت بها الأفكار وأنه الضرط يساوي سمك صعب الإمساك أو حادير وهذا يجب نخرجه من العقل لأنه في الماضي ممكن ممكن في الماضي الناس لقدام ممكن نعذرهم لأنه ما كانش منتوفر الوسائل وكيخدم فقط بالخيال والإنسان كيفكر فكرة كيتيقها وكيتبقى على الأخرين وكيقولها للناس وكيتمشي كيكونوا بعض أشخاص كيحطرموهم من الناس يعني كيكونوا بشكل بمثابة قدوة لهم وكيعتقلوا أنه فعلا سمك الضراد حادر وصعب الصيد بالعكس من أسهل لأسماك وسؤولوا عليهم بيتوا تأكدوا سؤولوا الناس في البحر الأبيض المتوسط حيث هو الموجود تقريبا بكثرة هو إلى جانب أسماك الحنبل وأسمك اسمته الدرعي موجود في البحر الأبيض المتوسط والصيد أسهل ما يكون طفل صغير تلقى همصية ثلاثة أربعة البياسات يعني فقط يكفي تعطيه الطعم المناسب الطعم المناسب هي السمك الضراد معروفين يعني كان أنواع يعشقها كثير أولها سماء الكوتو أو الصدفية على العموم الكنوز المحر البحر يعني أنواع كثيرة كل الصدفية يعشقها وحده نقول له إضافة للديدان بالطبع الديدان تهيار ممتازة إضافة للسلطعون سواء الأحجر سواء السلطعون الرملي هذا طعم ممتاز جدا أما لتصيد الضراد بالسردين أو كبايلة أو الطعوم الأخرى لا يمكن الإخوان حتى في البلوطة ممكن تأخذه ممكن تصيد بالعجين ولكن كل أحجام صغيرة شوية بعد العموم الضراد الإخوان رأس سهل حاولوا تصيد قريب وقت لموسم سيروا صيد والإخوان مع مرتقيق الهضراء كما تجي بحثوا شوية وشوية اللي بحثو تمحي يسلقوا بأنه كل المعلومات اللي كانت ضر غلطة كنتمين تكونوا استفتوا معنا الإخوان من هذا الفيديو وإلى فيديو آخر إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم على المتابعة شكرا